يوما بعد يوم تتضح أبعاد الرؤية الأمريكية في الشان اليمني ففي موازات دعمها الدبلوماسي للشرعية في مواجهة ميليشيا الحوثي تتسع مساحات عملياتها فيما يتعلق بمحاربة القاعدة وزارة الدفاع الأمريكية بدأت بالحديث عن إمكانية تدخل بري لمحاربة تنظيم القاعدة فالمتحدث الرسمي باسم البنتاجون جيف ديفيز أكد إمكانية بقاء قوات أمريكية محدودة على الأراضي اليمنية للدفاع عن المصالح الأمريكية كانت القوات الأمريكية قد نفذت وفق مصادر عسكرية أمريكية أكثر من سبعين ضربة عسكرية ضد القاعدة منذ الثامن والعشرين من فبراير الماضي تكثيف واشنطن لعملياتها في اليمن تهدف وفق مصادر صحفية إلى شل حركة القاعدة في مناطق الشرعية ومنع قدرتها على التواصل مع الخارج مما يؤدي إلى تقييد قدرة التنظيم على تنفيذ عملياته تتخوف الإدارة الأمريكية إذن وفق عسكريين من استثمار القاعدة للإضطرابات الحالية في اليمن ضد مصالحها ولذا تبرر كما يعتقد مراقبون توسيع مساحة حربها في اليمن التوجه الأمريكي لتواجد مري في المحافظات التي ينتشر فيها تنظيم القاعدة يتزامن مع حراك واشنطن السياسي الذي يدعم في جزء من مواجهة الشرعية والخليج للتدخلات الإيرانية في المنطقة لكنه يعمل في ذات الوقت على دعم حل سياسي للأزمة اليمنية اشتركوا في القناة